ندم إلينا الآن هنا بالستوديو الأستاذة الشرفة بنهولة الكاتب وصحة في أستاذة الشرفة ومعنا على شاشة أهلا بكم بنظر لنتائج حي الشجاعية اليوم هذا الكمين المحكم الذي نفذته المقاومة وأسقط نخبة أو نسقط لواء غولاني وما أدرك ما لواء غولاني كما يقول الإسرائيليون اليوم فبالتالي إلى ما تؤسس هذه النتائج؟ وهناك تحولة استراتيجية اليوم لدى المقاومة يعني أولا خليني أقولك أنه معارك الشجاعية معارك منتظرة ما فيش معركة أو ما فيش عدوان إسرائيلي إلا لو كان فيه بصمة للشجاعية الشجاعية في غزة بنسميها صعيد غزة ربما تذكرون 2014 2014 و2008 يعني دائما كانت القوات الإسرائيلية تتعرض لكماء في الشجاعية الشجاعية هو أقصر أحياء غزة ازدحاما موقعه مهم جدا لأنه في شرق غزة بيطل على تلة المنطار بالقرب من معبر المنطار أكبر معبر تجاري بيربط غزة بالداخل العقلات اللي فيها عقلات توارست المقاومة جيل وراجيل يعني في كل مراحل الشجاعية الشجاعية يعني حتى يمكن الناس مطرفش أصل اسم الشجاعية إيه؟ أصل اسم الشجاعية هو نسبة لأحد قادة جيل صلاح الدين هو قائد كردي اسمه شجاع الدين الكردي كان استشهد على أرض فلسطين خلال معارك ضد الصليبيين واتأسست المنطقة وكان في بدايتها فيها عقلات كردي وما أدراكم العقلات الكردية في عقل صلاح الدين مقاتلين بالفطرة هم اللي حرروا بيت المقدس وهم اللي قادوا يعني أشد الحروب ضد الصليبيين توارست هذه الفكرة من القرن الثلاثة عشر حتى الآن وبالتالي كل الحروب إلى استثناء في سبعة وستين في ستة وخمسين يعني فيه دايما بتبقى مناطق مميزة في المقاومة زي الشجاعية وزي خان يونس خان يونس اللي هي قلنا عليها القلعة اللي أمر بإنشاءها سلطان برقوق السلطان المبلوكي وسميت اسم خان يونس على اسم الأمير اللي بعته علشان ينشئها اللي هو الأمير يونس الدوضار كان الكلام ده سنة 1387 الشجاعية اتبنت قبل خان يونس حوالي مئة سنة حوالي 1221 وبالتالي الإسرائيليين نفسهم من بداية هذه الحرب كانوا بيتجنبوا الدخول من الشجاعية احنا لو شوفنا مصار الحرب الإسرائيليين لما بدأوا الهجوم البري عملوا اقتحامات من بيت حنون شوية ومن بيت لهيا شوية وبدأوا يتحركوا في الشمال الغربي في اتجاه الشاطئ وفي اتجاه مدينة غزة من الغرب وبدأوا بردك من الجنوب الغربي لما دخلوا من ناحية مدينة الزهرة وجحر الديك وبدأوا يصحفوا وحاولوا يحصروا جنوب غزة مناطق الزتون وتل الهومة إلى ذلك لكنهم لم يحاولوا دخول للشجاعية ولا جبالية وتركوهم لمرحلة تالية بدأت هذه المرحلة فبدأت الخسائر الاسرائيلية الكبيرة اسرائيل أكبر عدد من الخسائر المعلنة لديها في هذه العملية وخاصة من لواء جولاني هي خسائر الشجاعية وجبالية قتال المتلاحم بين الأنقاض وفي البيوت والأنفاق وبالتالي ما قامت به الشجاعية منتظر وما ستقوم به الأيام المقبلة منتظر هم حتى الاسرائيلين بقوة لدينا حساب مفتوح مع الشجاعية منذ السابق حتى في هجوم السابع من أكتوبر محظم القوات أو المقاومة اللي اندفعت للمستوطنات الغلافة اندفعت من الشرق من اتجاه الشجاعية من اتجاه المنطار وبالتالي فهذا أمر طبيعي أن تكون الشجاعية اليوم في صدارة المقاومة ولهذا سألتك أستاذ أشرف إلى ما تؤسس هذه النتائج وهل دخلت اليوم المقاومة الآن تحديدا في معركة استنزاف قد تجعل المحتل الإسرائيلي يتراجع في هذه المناطق والله أنا لا أريد أن أتفاعل بشكل كبير لأنه ما تنسيش قوة النيران العائلة الإسرائيلي لما يدخل بري ويشوف مقاومة شديدة هو بينسحب بيتراجع فبيديك إحاء النخارج لكنه بيكسف القصف والقصف هذه المرة غير مسبوق القنابل الأمريكية اللي كانت بتستخدم لدك جبال تورابورا هذه القنابل هي اللي بتستخدم في غزة هي اللي بتستخدم في جباليا والشجعية هما يوم ما قرروا يختالوا قائد كتيبة الشجعية قصفوا خمسين بيت في الشجعية عشان يصلوا الفرض واحد يوم ما قرروا يختالوا القائد أحمد الغندور الشخصية رقم ثلاثة في القسام وقائد الشمال وهو الشخصية يعني من أكثر الشخصيات شجاعة في تاريخ المقاومة الفلسطينية دكوا خمس مربعات سكنية ساعتها يعني استشهد حوالي ألف واحد لكي يصلوا له فأعتقد أن هم الآن يستخدموا نفس التكتيك اليوم وأمس بعد هذه العملية والأمور ستتكسف لتسوية المنطقة بالأرض رغم أنها منطقة ما زالت مقتصة سكنية رغم كل القصف والتدمير اللي فيها لكن ما زال فيها عشرات وهي زي ما قلت هو أسحم حي في قلب في كل فلسطين يعني المخيمات اللي احنا بنقول عليها زي جباليا ومخيم الشاطئ اللي هم أكبر مخيمات من نحية عدد السكان الشجاعية أكبر حي من نحية عدد السكان وأكثره كسافة والأرض هي أرض مرتفع عن باية غزة يعني بتصل إلى الحدود من نحية تلة المنطار اللي هي أعلى تلة في غزة عندنا جبال زي جبل الريس وغيره لكن تلة المنطار أعلى تلة المنطار حوالي 100 متر اتفاع عن باقية غزة وبالتالي المعركة هناك صعبة جدا ولا يمكن التكاعل بطبيعتها نظرا لأنه إسرائيل يعني لا تأخذ بالا أو لا تعمل أي حساب للمدنيين الموجودين في المنطقة صحيح هذا رأيناها طبعا ولكن بما أننا تحدث على عدد كبير لشهداء والجرحة في غزة وصلنا الآن في اليوم السبعين تقريبا في هذه الليلة إلى سبعين ألف من بين جريح وشهيد ولكن الأمور أيضا في الضفة الغربية لا تقل خطورة عن ما يحدث في غزة الآن ونحن نشاهد في هذا العاجل على الهواء ارتفاع حصلة شهداء العضوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين إلى أحد عشر يعني الاحتلال يواصل اعتداءاته القوية في مدينة جنين وفي مخيم جنين وهذا لم يحدث منذ الانتفاضة الثانية من سنة 2002 في الضفة الغربية عن مدى يحاول أو مدى يحاول الاحتلال أن يحقيقه في الضفة الغربية في مخيم جنين تحديدا هو الاحتلال من 2002 من عملية السور الواقي من المسبحة التي ارتكبها في جنين رغم البطولات الكبيرة التي حصلت فيها سواء من أبطال زي آل الزبيدي والطوالبة والسعدي وغيرهم هو يعني كان يتقيل أن جنين لن تقوم لها أي قومة بعد ذلك الذي حدث أن اكتشف أن جنين عادت رقمة قوة لديها مقاتلون أشداء وبالتالي يحاول الآن استغلال انشغال العالم بغزة لإعادة يعني جنين إلى الوراء عشرات السنين هو في مناطق شهيرة في جنين زي منطقة المخيم لأنه جنين بالنسبة لإسرائيل شديدة الهامنية جنين هو آخر مدينة في الضفة الغربية آخر محافظة في الضفة الغربية من ناحية الشمال تتواصل مباشرة مع منطقة المسلس العربي اللي موجود في مدن العربية في الشمال ولذلك إسرائيل دائما تقلق منها لأنها ممكن يحدث تواصل بين المقاومين وعرب الداخل ومنها يعني يتم تهريب السلاح وبايره هو ضمر حارة الدمج ضمر العديد من الشوالع دخل بالجرفات الضخمة بتاعته اللي هي جرفات دي ناين جرفات دي ناين دي أكبر جرفة في العالم جرفة أساسا كاتر بيلرسوس سويدية لكن هم بيزودوا التدريع عليها علشان لو فيه قزائف الجهة لها فهو بيستخدم الجرفات بيستخدم الدبابات بيستخدم الطيارات بيستخدم الطيارات المسيرة لتجريف جنين أيضا هو اعتقل عدد ضخمة من أبناء جنين وطبعا أبناء الضفة بشكل خاص لكن جنين ونابلوس يعني جبل النار اللي بتتركز فيه المقاومة بشكل كبير عارين الأسود حاول إضعفهم بشكل كبير لكن يعني للأسف هل يحاول البحث عن سورة ناصر في الدفة الغربية لم يستطيع تحقيقها في غزة؟ يعني هو لا يبحث عن سورة ناصر بقدر ما يبحث عن إرهاب الناس كي الوعي يعني جعل الناس يفكروا ألف مرة قبل ترك أبناءهم ينضموا للمقاومة سواء في الضفة أو في غزة لأنه هو ولكن لم يستطيع أن يفصل المقاومة عن ظهيرها الشعبي في الدفة الغربية وهذا رأيناه؟ بالتأكيد بالتأكيد هو لا يستطيع لأنه مقاومة في الدفة إجبارية بمعنى يعني أنا مثلا كنت العام الماضي كنت في الدفة وشفت إزاي ضيق الناس وحنقهم لأنه ضغط الإسرائيلي يعني فأكل تصور يعني أنا لسنوات طويلة عندما كنت أعمل كمدير مكتب للأهرام في فلسطين سواء في غزة أو الضفة كانت الأمور أسلس بكثير كنت أستطيع أن أسير من القدس إلى رمالة مثلا في تلك ساعة أو في نصف ساعة الآن تأخذي ساعات الشباب لديهم مشاكل كبيرة جدا لا عمل ولا أمل وإزلال وفتية التلال للسرائيليين اللي هم المتشددين اللي هم أتباع بين جفير وصمت ريتش هؤلاء يعني يقومون باستفزاز الجميع ليل نهار بشكل لم يحدث وبالتالي هذا يعني يزود روح المقاومة والحمية عند الناس ولذلك هو يريد أن يقتل هذه الروح يقتلها باستهداف الأطفال باعتقال النساء أحيانا يعني تكون هناك ليلة من الاعتقالات فنكتشف في الصباح أنه كل من اعتقالهم هم سيدات وأنساء وطالبات جامعة وطالبات مدارس لمجرد أنهم يخرجون على وسائل السوشيال ميديا للتنديد بالعدوان هذا ما تفعله إسرائيل حاليا ما تفعله إسرائيل طبعا بحماية أمريكية هي ليس هدفها المعلن وهو يعني القضاء على حماس أو الإفراج عن الأسرة هم لا يريدون الإفراج عن الأسرة هم لا يصعون الإفراج عن الأسرة قدر ما إلام وإجاع الفلسطينيين معظم الأسرة في تقديري قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي ومع ذلك إسرائيل مستمرة في هذا النهج بشكل كبير جدا وفي الضفة أيضا يعملون بهذا المنطق يعني هم يحاولون دائما الترويج بأن المقاومة في الضفة تزعجهم المقاومة في الضفة قدرتها محدودة جدا مقارنة بغزة وده يعني ليه مبرر الضفة أرض رملية أرض سهلة أن تعملي فيها أنفاق أرض جنبها حدود من ناحية الجنوب هي مصر ومن ناحية الغرب هي البحر ضفة معظم مدنها مقطعة الجدران تفصيلها عن بعضها البعض التربة هناك تربة سخرية صعبة أن تعملي فيها أنفاق لا يسمح بدخول أي سلاح ولا أي مواد للضفة غير غزة تماما يعني غزة قد تأتي بمواد صناعية لاستجدام تصنع منها سلاح قد تكون هناك طرق لإصال السلاح لغزة الضفة لا الطريق الوحيد هو أن يتم التهريب عن طريق عرب الداخل أو بعض التجار الإسرائيليين أنفسهم الذين يسرقون سلاح من الإسرائيلي ويبيعونها وبالتالي الظروف صعبة جداً الجغرافية صعبة جداً الهواء محاصر في الضفة فالمعركة في الضفة أصعب بكثير ومع ذلك الإسرائيليين يعني يمارسون فيها تقتيل وعدوان بشكل جير مسبوك خوفاً من مجرد امتلاك المقاومة لمسدس نعم نعم للأسف يعني الوقت أنت هسنك في هذا القدر ونراك في النشرة اللحقة شكراً جزيلاً لك أستاذ أشرف أبوهول الكاتب والصحب شكراً لك شكرا